تصريف الناقص الواوي في المضارع المجزوم أتذكر علامات جزم الفعل المضارع السكون نحن لم نخرج حذف حرف العلة أنا لم أدن حذف النون أنتما لم تدفع البناء على السكون أنتنا لم تجئن أتعلم تصريف الناقص الواوي في المضارع المجزوم الأفعال بدا يبدو حبا يحبو رجا يرجو الضمائر المتكلم أنا لم أبدو لم أحبو لم أرجو نحن لم نبدو لم نحبو لم نرجو المخاطب أنت لم تبدو لم تحبو لم ترجو أنت لم تبدو لم تحبو لم ترجو أنتما لم تبدو لم تحبو لم ترجو أنتم لم تبدو لم تحبو لم ترجو أنتنا لم تبدون لم تحبون لم ترجون الغائب هو لم يبدو لم يحبو لم يرجو هي لم تبدوا، لم تحبوا، لم ترجوا هما لم يبدوا، لم يحبوا، لم يرجوا هما لم تبدوا، لم تحبوا، لم ترجوا هم لم يبدوا، لم يحبوا، لم يرجوا هن لم يبدون، لم يحبون، لم يرجون القواعد علامة الجزم في المضارع من الناقص الواوي هي حذف حرف العلة الواو مع الظمائر أنا نحن أنت هو هي بحذف نون مع الظمائر أنت أنتما أنتم هما هم صياغة الفعل لا تتغير مع المسند إلى نون النسوة سواء كان ذلك في المضارع المرفوع أو المنصوبي أو المجزوم أنتن تخطون لن تخطون لم تخطون التمرين الأول أسند الجملة التالية إلى المخاطبين ثم المخاطبات لا تلهم أصدقائك ولا تسهى عن مراقبة الطريق قبل قطعه الإجابة لا تلهم أصدقائك ولا تسهى عن مراقبة الطريق قبل قطعه ضمير المخاطبين أنتم لا تلهم أصدقائكم ولا تسهى عن مراقبة الطريق قبل قطعه ضمير المخاطبات أنتن لا تلهم مع أصدقائك ولا تسهون عن مراقبة الطريق قبل قطعه التمرين الثاني أعوض ابنها بابنتها ثم بناتها خطبت الأم ابنها قائلة لماذا لم تحن على أخيك الصغير ولم تحذو حذوى والديك؟ الإجابة خطبت الأم ابنها قائلة لماذا لم تحن على أخيك الصغير ولم تحذو حذوى والديك؟ خطبت الأم ابنتها قائلة لماذا لم تحني على أخيك الصغير ولم تحذي حذوى والديك؟ خطبت الأم بناتها قائلة لماذا لم تحنون على أخيك الصغير ولم تحذونا حذوى والديك؟ التمرين الثالث أعيد كتابة الجملة حسب الطلب لم يشك من الفقر ولم يعد وراء المال لأنه مقتنع أن الأرزاق يوزعها الله لأنهما لأنهم لم يشك من الفقر ولم يعد وراء المال لأنه مقتنع أن الأرزاق يوزعها الله لم يشك من الفقر ولم يعد وراء المال لأنهما مقتنعان أن الأرزاق يوزعها الله لم يشك من الفقر ولم يعد وراء المال لأنهم مقتنعون أن الأرزاق يوزعها الله التمرين الرابع أسترشد بالضمير وأعيد كتابة الجملة التالية لماذا لم تتلو آيات بينات من القرآن الكريم ولم ترجو الله أن يغفر لك ذنوبك لكم ذنوبكم لكنا ذنوبكم الإجابة لماذا لم تتلو آيات بينات من القرآن الكريم ولم ترجو الله أن يغفر لك ذنوبك لماذا لم تتلو آيات بينات من القرآن الكريم ولم ترجو الله أن يغفر لكم ذنوبكم لماذا لم تتلونا آيات بينات من القرآن الكريم ولم ترجونا الله أن يغفر لكنا ذنوبكم اشتركوا في القناة